اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم برمجة معاكم احمد عبد النبي وزي ما اتفقنا اكون معاكم عشان نتعلم كل حاجة عن البرمجة في الحلقة اللي فاتت اتعرضنا لوجهة المستخدم الخاصة بسكراتش وعرفنا ازاي نستخدم البلوكس واتفقنا ان سكراتش هو بيئة سهلة ومطورة عشان نبدأ نستخدمها ونتعلم من خلالها البرمجة واتفقنا كمان ان مش لازم يكون سنك سنة معين او عندك خلفية تكنولوجية معينة او عندك كمان لغة معينة عشان تبدأ تبرمج لان سكراتش بيستخدم حاجة اسمها البرمجة المرئية او الفيجول بروغرامنج عن طريق ان احطي مجموعة من البلوكس عشان تأثر في سبرايت او كائن وكمان اقدر ان اشوف تأثير ده من خلال الستيج او الوجهة بتاعة سكراتش وكمان اقدر اغير الباكدروب او الباكدراوند الخاصة بالكصة بتاعتي واتفقنا كمان ان سكراتش يعتبر بيئة سهلة وبسيطة نقدر نبرمج من خلالها وكل البلوكس اللي موجودة في سكراتش اقدر اشوف تأثيرها على السبرايت بتاعي وكمان اقدر اغير الباكدروب بتاعتي عشان اخلي الكصة بتاعتي اكتر تفاعلية وفيها حماس شوية واخلي الكصة لها شكل ومضمون وده هنعمله من خلال حلقة النهاردة هنعمل اول لعبة لنا من خلال برنامج سكراتش عاوزكم ان تكونوا مستعدين وجاهزين عشان نتعلم اكتر عن برنامج سكراتش جاهزين؟ يلا بيني قبل ما نبدأ شغل النهاردة تعالوا كده بسرعة نراجع اللي قولناها المرة اللي فاتت في المرة اللي فاتت اتكلمنا عن البلوكس وعرفنا ان في مجموعة من البلوكس بتتكلم عن الحركة والاصوات والاحداث وكمان اقدر من خلال بعض البلوكس الخاصة بالكنترول ان انا اتحكم في تكرار الاوامر بتاعتي وكمان اقدر اخلي السبريت بتاعي يقدر يحس بالبيئة اللي حواليه بحيث ان الكصة او اللعبة اللي بعملها يكون لها تأثير على البيئة اللي حواليه وفي نفس الوقت اقدر اخلي الكصة او اللعبة بتاعتي تستخدم بعض العمليات الحسابية زي الضرب والطرح والاسمة والجمع وكمان اقدر اعمل البلوكس الخاصة ليا لو انا مثلا هعمل كود كبير شوية فاقدر اكون حافظ بعض البلوكس اللي احطها في مكان معين وتعمل لي فونكشن او حاجة معينة انا باعيزها في الكصة بتاعتي وعرفنا ان سكراتش فيه مجموعة كبيرة جدا من السبريت اللي اقدر اختار اي حاجة منهم وكل سبريت من دول لي كاستيمز معينة واتفقنا ان الكاستيمز دي هي مجموعة من الصور لكل سبريت اقدر ان انا استخدمها ولو كررتها مع بعض بشكل تكراري هيطلع لي حركة معينة كده هنتعلم عنها اكتر في خلال الحلقات اللي جاية وعرفنا كمان ان الباكدروبس اقدر اغيرها من خلال المكتبة اللي موجودة داخل سكراتش واقدر اختار اي باكدروب على حسب الكصة او اللعبة اللي انا بصممها واقدر اضيف اصوات موجودة في سكراتش من خلال الساوندز تعالوا مع بعض نشوف هنعمل لعبة ايه النهاردة واللعبة بتاعت النهاردة اسمها كات ان موشن وهي لعبة ظريفة ولطيفة وبسيطة جدا فيها تو سبرايتس تعالوا نشوف مع بعض نقدر نشغلها ازاي اللعبة بتاعتي عبارة عن باكدروب خلفية معينة وفيها تو سبرايتس كده شكل القطة اللي هي الكات وشكل الخفاش اللي هو البات ولو جيت شغلت اللعبة بتاعتي هلاقي ان فيه نوع من انواع المحادسة كده بين تو سبرايتس ويعملوا سباء مع بعض بحيث ان هما يتحركوا بالشكل ده هلاقي ان كمان لما كل سبرايت من دول بيوصل للإيج او للحرف بتاع الستيج بتاعتي بيبدأ ان هو يغير اتجاهه ويكرر كل الاكواد دي بشكل متكرر لحد ما انا وقف الجيم هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل اللعبة دي من خلال برنامج سكراتش ويستخدام البلوكس اكتر بشكل منفصل وازاي نحن نحط كل بلوك من دول عشان يقدر يحقق لي النتيجة اللي أنا عاوزها بس خلينا متفقين على حاجة مهمة جدا 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 وانا بكتب اي كود في الدنيا او انا بعمل برمجة لازم اخد بالي من ثلاث خطوات اساسية هيفضلوا معنا دايما واحنا بنكتب اي كود اول حاجة عشان اقدر اعمل لعبة زي دي لازم اختار الديزاين المناسب واول حاجة هي الديزاين ان انا اختار الشكل وان انا اشوف ايه الباكدروب المناسبة واختار السبريت المناسبة عشان تطلع لي النتيجة اللي أنا عاوزها والتانية حاجة هي الالجوريثم وده هنعمله من خلال الفروت شارت عشان يبقى البرنامج منطقي والقالة تقدر تنفذ البرنامج بتاعنا ده ويطلع في الاخر نتيجة اللي احنا عايزينها تالت حاجة بقى وهي الاوامر او الكود اللي انا ببدأ اكتبه عشان احرك السبريتز بتاعتي عشان يطلع لي في الاخر شكل منطقي ومضمون للعبة اللي انا بعملها تعالوا نشوف هنقدر نعمل ده مع بعض ازاي من خلال اول لعبة بنعملها على برنامج سكراتش جاهزين؟ يلا بيه زي ما شفنا الجيم بتاعتنا عاملة ازاي وشفنا ان عشان ابدأ اي برمجة او اكتب اي كود لازم تلت خطوات اساسية ودايما هنأكد عليها تعالوا نطبق تلت حاجات دي على الجيم بتاعتنا احنا قلنا ايه هما؟ اول حاجة هي الديزاين المناسب للعبة بتاعتنا لازم اختار الديزاين الديزاين ده ممكن يكون شكل السبريت وممكن كمان يكون الباكدروب اللي انا هستخدمها وفيه كمان الفلوت شورت الاكواد او الخطوات المعينة اللي انا همشي عليها عشان انفذ الاكواد بتاعتي وثالت حاجة وهي الاهم وهي الكود الكود بتاعي البلوكس اللي هستخدمها عشان تنفذ اللي انا عاوزه من القصة دي تعالوا اول حاجة نختارها كده وننفذها وهي الديزاين وخلينا متفقين ان الديزاين ده بيرجع للمبرمج يعني انا ممكن اعمل ديزاين لقصة معينة ممكن انت تعمل ديزاين تاني خالص وتستخدم سبريتس مختلفة وباكدروب مختلفة فبالتالي الديزاين هو مش حاجة سبتة ولكن ده بيرجع للحس الفني للمبرمج فتعالوا نشوف مع بعض نقدر نعمل ده ازاي من خلال برنامج سكراتش انتفقنا اول حاجة الديزاين نختار السبريت ونختار الباكدروبس انا عندي السبريت بتاع الكات جاهز وموجود عاوز اضيف السبريت بتاع البات او الخفاش فاروح للسبريتس وادوس على علامة السيرش واكتب بات واختاره بالشكل ده وايسأل نفسي سؤال هل عندي سبريتس تانية؟ لا فبالتالي اخش على الخطوة اللي بعد كده اللي هي البيكدروب هروح للباكدروب واضيف باكدروب بتاعتي اللي هي البلو سكاي كده تقريبا انا خلصت الجزء الخاص بالديزاين تاني خطوة اسأل نفسي سؤال ايه الخطوات اللي محتاج اللعبة بتاعتي تعملها عشان احقق الخطوة التانية اللي هي الفلو تشورت محتاج اول حاجة الكات بتاعتي تكلم البات تقوله هاي بات ويرد عليها البات يقول لها هاي كات وبعد كده الكات تعرض عليه لتسرون تكلمه والبات يقول لها انا اسرع منك وبعد كده يبدأوا التحدي ويبدأوا يتحركوا فكده نمشي مع الخطوات خطوة خطوة لان ده هيأثر في الكود اول حاجة محتاجين ان احنا نخلي الكات تكلم البات نقدر نعمل ده ازاي من خلال البلوكس واحنا تكلمنا قبل كده على البلوكس وقلنا ان احنا هنتعرض لها بالتفصيل وكل بلوك من دول هنستخدمه ازاي عشان اخلي السبريت بتاعي يبدأ ان هو يتكلم هروح للبلوكس الخاصة باللوكس هلاقي عندي تو بلوكس مهمين جدا 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 اول البلوك هو say hello for two seconds البلوك ده لو دست عليه هخلي الكات بتاعتي تطلع كلمة hello لوقت معين اللي هما السنيتين اللي احنا محددنهم طيب احنا محتاجينها تقول ايه محتاجين الكات تقول hello bat او hi bat فنقدر احنا نشيل الكلام ده ونكتب hi bat اوكي الخطوة اللي بعد كده ايه ان اخلي البات يكلم الكات ممكن حد يقول لي هروح يا مستر هجيب البلوك ده وحطه تحت واكتب hi cat وده غلط ليه هو انا ليه بختار اكتر من سبريت لان كل سبريت من دول بيبقى ليه الكود الخاص به يعني عند الكات بكتب الكود الخاص بالكات ايه اللي الكات بتاعتي هتعمله بالزبط وعند البات لو رحت له هلاقيه فاضي ما فيهوش اي حاجة فاحنا ماشيين خطوة بخطوة بنخلص كل كود لكل سبريت بحيث انه هو يكون جاهز وتمام وبعد كده اروح للسبريت التاني او للخطوة التانية ان انا اخلي الكود بتاعه برضو مظبوط وتمام بحيث لما اجي اشغل الجيم بتاعتي تمام مفروض بعد كده عشان اخليها تستنى وقت معين هروح للبلوكس الخاصة بكونترول واختار منها ويت ويت وان ساكند بعد كده محتاج الكات تقول للبات لتس رون هكرر نفس البلوكس اللي في الاول من لوكس واختار say وغير التكست بتاعي وهكتب let's run واقرر هكرر الويت من كنترول واخليها wait one second الكات بتاعتي مش هتقدر تنفذ الاوامر دي غير لما اديها اشارة معينة واتفقنا ان عشان يحصل اكشن معين اقدر اعمل ده من خلال البلوكس الخاصة بـ event وخليني اقول لكم events بتعمل ايه بشكل سريع هي حاجة اكشن معين بيحصل ولو حصل هيكرر او هينفذ كل الاوامر دي فلو رحت الـ events هدوس على events كده هلاقي اول بلوك هو when green flag clicked لما دوس على الـ green flag بالمنظر ده هلاقي ان الكات بتنفذ الاوامر دي لحد ما تخلص بالشكل ده جميل جدا جدا اوكي كده انا خلصت البلوكس الخاصة بالمحادثة اللي بتحصل بين الكات والبات مفروض اعمل ايه؟ مفروض اروح للبات واشوف ازاي هيبدأ يرد على الكات هنكرر نفس البلوكس محتاج لما الـ green flag ادوس عليه يحصل اكشن معين ايه هو الاكشن؟ فاول خطوة هناك عند الكات الكات بدأت تتكلم ففي لحظة لما الكات بتتكلم محتاج البات يستنى يعني هنعكس مفروض عليكم فاروح للبات واحط اول بلوك وهو الـ wait لازم يستنى شوية لحد ما الكات خلص كلامها طب الكات خلصت الكلام الكات عاملة ايه؟ الكات مستنية او عاملة wait ففي اللحظة دي البات يبدأ يتكلم واتفقنا انه عشان يبدأ يتكلم فيروح للبلوكس اللي اسمها اللوكس برافو معلكم نروح للوكس واعمل C واختار هلو وغيرها اخليها هاي كات وزي ما عملت في الكات هختار من control هختار wait وبعد كده البات هيتحداها طبعا فبيقول لها I am the faster او I am faster than you ممكن طبعا ان احنا نكتب اي كلمة او اي حاجة خاصة بكم يعني مش شرط نفس الكلام ممكن نغير طريقة الكتابة او شكل الكلام بحيث انه يبقى متناصق المبرمج اتفقنا بيعمل كل حاجة في الكود ممكن يغير اي حاجة ممكن يغير التوقيتات ممكن يغير الكلام لو جينا جربنا دوسنا على ال green flag هلاقي الكات بتتكلم دوست على ال green flag هلاقي ان ال two sprites بيتكلموا في نفس الوقت وهنا ظهر عندي مشكلة طب هو وارد اصلا ان هو يحصل عندي مشكلة وانا بعمل اي كود اوارد وهنا هنتعلم concept مهم جدا جدا وهو اسمه try and error لازم احاول انا كتبت مجموعة من الاكواد فلازم اجربها ولما اجربها هيظهر عندي مشكلة زي اللي احنا شفناها ولما يظهر المشكلة هاتطر اعدل في حاجة معينة في الكود بتاعي عشان اوصل لافضل نتيجة والconcept ده مكمل معنا طول ما احنا بنتعلم البرمجة اي كود بكتبه لازم انا اجربه مرة واثنين وثلاثة عشان اوصل لافضل نتيجة عشان نحل المشكلة بتاعتنا هنا محتاجين ان احنا نعدل في ال wait ان هي تستنى شوية فلو جينا عدلنا مثلا هنا خلينا ال wait ده بدل ما هو one second هخليه two seconds وهخلي هنا كمان two seconds وروح عند البات وهخليه هنا يستنى two seconds وهنا كمان يستنى two seconds ولو جيت جربت ودست على ال green flag هلاقي فعلا شغال تمام ما فيهوش اي مشكلة تمام جميل جدا جدا كده انا خلصت البلوكس الخاصة بالمحادثة بين two sprites طيب انا بعد كده محتاج ايه؟ محتاج اخلي الاثنين sprites دول الكات والبات يتحركوا بالمنظر ده ان هما يروحوا لحد الage وبعد كده يلفوا ويكرروا نفس الحركة تاني بشكل تكراري وتقريبا طول ما انا مشغل اللعبة هيفضلوا شغالين فخلينا مركزين على الجزئية دي لو انا هعمل حاجة هتفضل مكملة معايا طول الجيم هستخدم بلوك مهم جدا 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 اتكلمنا عليه قبل كده فهروح لcontrol واختار forever طيب انا ليه ما اخترتش repeat الفرق بين forever و repeat ان repeat هتكرر لي اللي هحطه جواها لمجموعة من المرات هيكرر لي مثلا الحركة بتاعت الكات بتاعتي عشر مرات طيب forever هتكرر لي الاوامر دي للابد فبالتالي هستخدم forever طيب محتاج اعمل ايه؟ محتاج اقول للكات بتاعتي ان هي تتحرك مثلا عشر خطوات وبعد كده لو خبطت في الage تبدأ ان هي تغير اتجاهها وفي نفس الوقت محتاج لو انا خلتها تتحرك بشكل كده عشوائي محتاج ان انا اجيب الكاستيمز اللي احنا اتفقنا عليها تعالوا الاول نجرب لو خليتها تتحرك عشر خطوات واتفقنا ان عشان اخليها تتحرك في بلوكس خاصة بالحركة وبجيبها من motion رابع عليكم اروح لموشن واختار move 10 steps لو جيت جربت البلوك ده الواحده دوست عليه بالمنظر ده هلاقيه بيتحرك بشكل غريب جدا انا مش عاوز كده لا انا عاوزه يتحرك كأنه بيغير في الصور بتاعته وفي نفس الوقت لو لمس الage دي يبدأ ان هو يقلب الاتجاه بتاعه خلينا نشوف نعمل ده ازاي محتاج ان هو اول حاجة يغير في الكاستيمز بتاعته فهعمل ده من خلال ايه من اللوكس واختار next custom next custom الخاصة بالكات لو رحت للكاستيمز الخاصة بالكات هلاقي ان هما two customs بس واحدة وهو مثلا ماشي واحدة وهو شكله واقف او مستعد ان هو يتحرك فلو رحت جربت البلوك ده كده الواحده هلاقيه بيعمل ايه هلاقيه فعلا بيحرك وتمام كأنه بيجري فكده انا وصلت للنتيجة مطلوبة فاضل بس ان انا اخلي اسبرايت بتاعي اقوله لما تلمس الage الخاصة بالستيج بتاعتي يقلب الناحية التانية وقدر اعمل ده ازاي اتفقنا ان انا عندي بلوك مهم جدا جدا اسمه if age bounce وده بجيبه من motion هلاقيه if on age bounce يعني لو لمست الage دي اقلب الناحية التانية لو جيت جربت الجزء ده الواحده هلاقيه ان هو بيتقلب الناحية التانية وده كده حاجة انا مش عاوزها انا عايزه يتقلب بالشكل المظبوط فيه بلوك مهم جدا جدا وهو الset rotation style بمعنى ايه لما تيجي تلف لما تعمل الrotation الrotation دي يعني يلف او يعمل دوران بشكل معين الستايل بتاعه ان هو يلف من الشمال لليمين فلو جيت جربت في الحالة دي هلاقيه فعلا مش شغال معايا بشكل مظبوط جدا 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 طيب هو هنا بيتحرك بشكل سريع اوي فانا محتاج اخليه يهدي السرعة بتاعته شوية او يستنى شوية وقت معين عشان يبدأ يكرر كل البلوكس دي الى ما لا نهاية زي ما احنا متفقين فاحنا متفقين ان كلمة يستنى يعني wait فاروح اجيبها من control واختار wait وان ساكند كبيرة جدا جدا فممكن اخليها 0.1 وشغل هلاقيها نوعا ما شغالة تماما طبعا انا ممكن اشيل الويت تماما ما احطهاش وممكن اسبه طيب نفس اللي انا عملت وهنا ده محتاج ان انا اروح اكرره في البات هي هي نفس الحركة وهي هي نفس الطريقة هروح برضو هنا هعمل forever ومحتاج اخلي البات بتاعي يتحرك عشر خطوات برافو عليكم هروح لموشن واعمل move كده هيتحرك بعد كده محتاج اعمل ايه محتاج ان هو يجيب نيكست كاستيوم اللي هو الشكل التاني من السبرايت برافو عليكم هاجيبها منين من looks جميل جدا كده فاضل ايه لما يجي يتحرك ولمس الage بتاعتي محتاج ان انا اخليه يقلب الناحية التانية فاعمل ايه هروح لموشن واختار if on edge bounce يقلب الناحية التانية هلاقيه برضو ان هو هيقلب بشكل غريب جدا فعاوز اعدل الrotation او الحركة بتاعته دي فهروح للبلوك اللي هو sit rotation style غير الشكل او ال style بتاعك وانت بتلف واروح احط الweight بتاعتي بالمنظر ده كده تقريبا عملت البلوكس الخاصة بالمحادثة بتاعت التو سبرايس بتوعي وعملت البلوكس الخاصة بالحركة لو جيت جربت الجيم كلها من الاول وشغلت هلاقي فعلا بيبدأ المحادثة ما فيهاش اي مشكلة زي ما اتفقنا عملنا لها try and error بعد كده I am faster than you ويبدأوا ان هما يتحركوا مع بعض بالشكل ده جميل جدا طبعا هنا فيه تعديلات ممكن نضيفها انت كمبرمج تقدر تضيف حاجات زي ما اتفقنا نقدر نشيل الweight نقدر نغير الباج drop نقدر نحط سبرايتس تانين نقدر نعمل اي حاجة المبرمج هو اللي في ايده دايما انه هو يغير حاجات كتير جدا جدا من خلال اللعبة او القصة اللي هو بينفزها وزي ما اتفقنا كل حاجة او كل مشكلة بتظهر بتظهر من خلال التجربة احنا بنحط مجموعة من البلوكس وبعد كده بنجربها مرة واثنين وثلاثة عشان نوصل لأفضل نتيجة والمبرمج دايما لازم ياخد باله من الconcept ده البرمجة طول ما احنا بنتعلمها هنلاقي الكود دايما بيبقى فيه مشاكل فلازم نجربه مرة واثنين وثلاثة عشان نوصل لأفضل نتيجة وده كان اول لعبة لينا نعملها عن طريق برنامج سكراتش اتمنى تكونوا استفدتوا واتمنى ان انتوا تطبقوا دا عندكم في البيت وتجربوا مرة واثنين وثلاثة عشان تستفيدوا اقصى استفادة ممكنة من خلال برنامج سكراتش وزي ما احنا شايفين البرمجة مش صعبة تماما ولكن سهلة بنستخدم البرمجة المرئية عبارة عن مجموعة من البلوكس اللي بنبدأ نحطها مع بعض عشان نكون مجموعة من الاوامر عشان ننفذ الكصة او اللعبة بتاعتنا استنونا في حلقات جاية كتير عشان نعمل قصص والعاب وتطبيقات من خلال برنامج سكراتش اتمنى تكونوا استفدتم واتمنى لكم التوفيق دايما واشوفكم على خير مع السلامة ترجمة نانسي قنقر مرح نانسي قنقر اشتركوا في القناة